تقول أخي يريد الذهاب إلى الحج لكن عليه ديون وسمع بعض الناس يقولون عليك تتخلص من جميع الديون وبعد ذلك تحج هل هذا الكلام صحيح أختي أم مريم الجابري بارك الله فيك يعني هذا الكلام يعني محتمل الصحة ومحتمل عدم الصحة محتمل الصحة متى إذا كان على أخيك دين حال والناس يطالبونه وليس عنده قدرة على الحج إلا وليس عنده قدرة على سدادهم إذا حج يعني إذا أراد الحج ما يستطيع يسددهم وإذا سددهم ما يستطيع الحج مثلا فلذلك اخت الفاضل نعم يقدم حق الناس لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة والدعاوة هذا حق لهم فإذا كان عنده مبلغ هذا المبلغ حال الآن قالوا الآن ادفع الدين اللي عليك فقال أنا أريد أن أحج قالوا لا ادفع الدين يجب عليه أن يدفع الدين ما يحج يعني يكون فيه غير هو يكون غير مستطيع والله جل وعي يقول ولله على الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيل هذه الصورة الأولى الصورة الثانية إذا كان الدين غير حال يعني هو مثل أقصات شهرية وعنده مبلغ يستطيع أن يحج فيه ولا يؤثر على هذه الأقصات مثلا لا لا ما لا علاقة هذا ما لا علاقة أو شخص ما حل الدين بعد يعني فيه شخص يطلبه بعد ستة أشهر أو بعد سنة يكون الموعد هو عنده مبلغ يستطيع حج فيه يروح حج ما فيه شيء لا علاقة هذا بهذا فالتنبهي قولي لأخيك يعني هذا التفصيل